لفاصل عندي خبر خاص بين النادي الاهلي ومحمد علي بن رمضان محمد علي بن رمضان يعني الفترة فاتت كان الكلام والحديث على انه هو جاي النادي الاهلي النادي الاهلي بيفكر في محمد علي بن رمضان مكوينة لعب سانداونز الاتنين العيبة دول كانوا دايما الحديث عليهم خصوصا ان ديانج مسلا اتصاب فالنادي الاهلي كمان بيفكر في زيادة العدد في المنطقة دي ولكن محمد علي بن رمضان بالفعل بالفعل مضى مع النادي الاهلي هقولكم تفاصيلها وكوالسها الحقيقة محمد علي بن رمضان كان خلاص هو يعني ما كانش خلاص يمشي من نادي الترجي وبالتالي كان التواصل مع النادي الاهلي وما كانش عايز يكمل وبالتالي الفترة دي اتفق مع ايجنت موجود في فرنسا اسمه عزيزو مصطفى ان هو يطلع من المجر ويتم التفاوض او تخليص الامور مع النادي الاهلي في الفترة اللي هو هيلعب فيها ستة شهور خصوصا كمان النادي يعني ما بيلعبش هناك كمان هو بياخد خمسونية الف دولار او ستمية الف دولار مع النادي الاهلي هياخد مبلغ مختلف هيلعب في النادي الاهلي بيلعب في طولة كاس العالم الاندية امور كتير جدا هو اللاعب عايز يبقى متواجد مع النادي الاهلي وان كان طبعا كان فيه تدخل من النادي الاهلي ان هو يبقى موجود في المجر ثم العودة للنادي الاهلي دي التفاصيل الخاصة لمحمد عالي برمضان وكان زي ما بقولوكم كده بالاتفاق مع عزيزو مصطفى وكيل اللاعبين مقيم في فرنسا واحد وكالاء اللاعبين متواجدين في اوروبا بالاضافة ان كمان والده والد محمد عالي برمضان هو برضو وكيله في نفس الوقت امور كتير خاصة بالصفقة دي ولكن هي انتهت محمد عالي بن رمضان مضى للنادي الاهلي وهيتم الاعلان بقى في نهاية الموسم لكن انا بقولوكم التفاصيل والمعلومات المؤكدة بالنسبة اللي وصلت لي الحقيقة من خلال مصادرنا يعني وبالتالي احنا لعيب كويس حقيقة محمد عالي بن رمضان احد اللاعبين المميزين الحقيقة اللي كانوا متواجدين في الترجي وبالتالي لما هيجي مصر وتجربة معلول هتتكرر بشكل مختلف في مكان مختلف وبالتالي يعني ده بالنسبة لي صفقة محمد عالي بن رمضان مع النادي الاهلي طيب هتخلوني انا نطلع للفاصل ان شاء الله نطلع للفاصل ونستقبل ديوفنا لستاذ جمال الزهيري وستاذ محمد الشرقاوي وتفاصيل عن لقاء القمة القدم ان شاء الله الاهلي والزمالك في نهاية كاس مصر اشتركوا في القناة